أهلاً وسهلاً بكم عشان نقدر نتحقق الأرباح اللي بنسعى إلها في الاستثمار في سوق الأسهم لازم نقدر ننصنف الشركات الموجودة في بورصة الأسهم ضمن فئات رئيسية نقدر نتعامل معها وحسب المستثمر بيتر لينش وهو مستثمر أمريكي يحول مبلغ 18 مليون دلار لأكتر من 14 مليار دلار في 13 سنة من الاستثمارات فكل الشركات الموجودة في بورصات الأسهم مهما زادت عددها واختلفت أنواعها ممكن تندرج ضمن 6 فئات رئيسية الفئة الأولى هي الفئة اللي بنعرفها بـ slow growers أو الشركات البطيئة وهاي الشركات نموها السنوي في الـ revenues أو الإرادات والأرباح بقل عن 5% وبينصح بيتر لينش بالابتعاد عن الاستثمار في هاي الشركات كونها ما رح تحقق لنا العائد الاستثماري المطلوب وبنفس الوقت ممكن يكون النمو البطيء فيها سببه إما تراجع في المجال اللي هي بتعمل فيه أو لأنه في شركات بتعمل بنفس المجال عم بتحقق نموه كبير على حساب هاي الشركة من أمثلة هاي الشركات شركة انتل الأمريكية اللي تراجع نموها بشكل كبير نتيجة المنافسة مع AMD و NVIDIA مجموعة الثانية وهي المعروفة بـ style words أو الشركات متوسطة النمو وهاي الشركات بتحقق نموه في الإيرادات والأرباح بيطاوح بين 5 إلى 15% على أساس سنوي وتعتبر الشركات المثالية للاستثمار فيها للمستثمرين اللي عندهم مبالغ مالية كبيرة ومو حابين يخاطروا وحابين إنه يجيهم عائد جيد على استثماراتهم ومن أبرز أمثلتها شركات الأدوية زي Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novartis وغيرها أما المجموعة الثالثة فهي المجموعة المعروفة بالـ fast growers أو الشركات السريعة النمو وهي المجموعة هي عبارة عن شركات بتحقق نموه سنوي بيتجاوز العشرين بالمئة في الإيرادات وفي الأرباح وممكن إنها تكون ما بتربح وبالتالي أحب نحكي على الإيرادات بشكل رئيسي وأغلب الشركات اللي تنظمج من هاي المجموعة هي شركات التكنولوجيا وكل إياتنا بنعرفها من أمثال Facebook, Apple, Microsoft أو من أمثال الشركات الصغيرة مثل تيلادوك وغيرهم طبعا هاي المجموعة بتتميز بأنها ممكن تحقق أرباح كتير سريعة للمستثمرين لكن ممكن تحقق لهم خسائر كبيرة ونصيحة بيتر لينش للناس اللي بيحبوا يستثمروا في هاي الشركات إنك تختار الشركة الأكبر في مجالها شركة متوقعة إنها تحقق نموه كبير لسنوات طويلة لأدام تكون من المستثمرين اللي ما بيخافوا من تذبذبات الأسعار بمعنى هاي الشركات ممكن تطلع أو تنزل 50% بسهولة لكن إنت ما رح تبيع بتذبذب أسعارها وفي الأخير هاي الشركات رح تكافأك باللونغ تيرن إذا أنت بتتمسك فيها وبتختار السهم الصح ومشكلتها إنه كتير من هاي الشركات بتخسر لكن الشركات اللي بتربح منها ممكن منها تحقق الملايين ومن أبرز الأمثلة أمازون وتسلا النوع الرابع من الشركات هي شركات اللي بنسميها تيرن أرونز اللي هي عبارة عن شركات بتعمل إعادة صناعة لنفسها ومن أبرز الأمثلة عليها الشركة جنرال إلكترك الأمريكية هاي المجموعة من الشركات مخصصة للمستثمرين اللي بدهم يستثمروا جزء بسيط من أموالهم وبمخاطرة عالية بحيث إنه هاي الشركات بتكون معرضة لخطر الإفلاس أو خطر إنها تخسر لصالح شركات تانية لكن بتنجح الماناجمنت تبعتها ببع مرور الوقت في إنها تقود الشركة مرة تانية للنجاح طبعا شركة جنرال إلكترك الأمريكية اللي ما بيعرفها كانت في سنة الألفين أكبر شركة في العالم في سنة الألفين وسبع طاش وصلت حافة الإفلاس أو الألفين وطمنطاش لكن الإدارة الجديدة نجحت في إنها تكبر الشركة مرة تانية وتبعدها عن خطر الإفلاس والسهم ارتفع سعره بشكل كتير كبير ميزة الاستثمار في هذه الشركات أنك ممكن بسهولة تحقق عشر أضعاف الرقم اللي أنت مستثمره كربح لكن بنفس الوقت ممكن تخسر كل المبلغ اللي أنت استثمرته لذلك إذا حابت تستثمر في هذه الشركات لا تستثمر مبلغ ما بتقدر تتحمل إخسارته النوع الخامس من الشركات نحن بنسميها بالسيكليكالز السيكليكالز هي شركات الليها دورة حياة هاي الشركات في أوقات الرفاه الاقتصادي بتحقق نمو جدا ضخم بالإرادات وفي الأرباح وبأوقات الركود الاقتصادي بتحقق تراجع جدا ضخم بالأرباح وبالإرادات وأبرز مثلتها شركات السيارات أو شركات الطيران فمثلا لو أخذنا شركة دايملر أو شركة مرسيدس لصناعة السيارات رح نلاقي أنه أفضل وقت لشراء هذه السيارات هي في الأزمات مثل أزمة الكورونا السهم تراجع وصار سعره حوالي 20 يورو لكن بأوقات الرفاه الاقتصادي بصير سعرها كتير مرتفع وبالتالي احنا مصير خايفين من الركود اللي رح يجي فبنخاف أنه نشتريها وحاليا سعرها أكتر بكتير من السعر اللي وصلته في أيام الكورونا المجموعة الأخيرة هي مجموعة معروفة بالأست بليز أو شركات ذات أصول جدا عالية لكن السوق مش مقدر قيمتها عادة هاي الشركات بتندلج تحت قائمة الشركات العقارية بشكل كبير وفي بعضها بتكون شركات استثمارية بتملك أصول بشركات متعددة لكن السوق بيحسب قيمة الشركات بطريقة خاطئة مع مرور الوقت ممكن السوق يعدل نظرته لهاي الشركات ويعطيها قيمتها الحقيقية وبالتالي ممكن أنك تحقق منها ربح كتير كبير ميزة الاستثمار في هاي الشركات أنه احتمالية الخسارة فيها جدا قليلة لكن لازم المستثمر فيها يعرف أنه ممكن يضطر يحتفظ بالسهم خمس سنين وأكتر لحد ما السوق يبدأ ينتبه للقيم الحقيقية لهاي الشركات ومن أبرز أمثلتها شركة بيرك شاير هاثوي الأمريكية اللي بيمتلكها الملياردير وارين موفيت حبيت أنا اليوم ألخص لكم أنواع الشركات بطريقة مختصرة كل الشركات الموجودة في سوق الأسهم رح تندرج ضمن هاي الست أنواع من الشركات وإذا حابين تعرفوا أكتر عن هاي الشركات ممكن أنكم تقرأوا كتاب بيتر لينش وانابون وول ستريت وطبعا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تشتركوا بقناتي وتشاركوا مع أصدقائكم وتفعلوا زر الجرس وتكبسوا لايك كنت معكم أنا محموز يوسف ويعطيكم العافية